سائرون الدكتور قحطان الجبوري بياناً بشان تظاهرات الإصلاح قائلاً أنه مع تكرار التظاهرات الخدمية لم يعد ممكن القول أنها مجرد ممارسة ديمقراطية ماذا تنفع الديمقراطية دون خدمات أساسية يحتاجها المواطنة وفيما يأتي نص البيان منذ سنوات تخرج تظاهرات مطالبة بالإصلاح والتغيير والخدمات وفي كل مرة يجرى الحديث عنها بوصفها ممارسة ديمقراطية يكفلها الدستور بالنسبة لتحالف سائرون كلنا أو كلنا وما زلنا في مقدمة من تبنى تظاهرات كوسيلة متكاملة لتحقيق الإصلاح والتغيير ومعها الخدمات والآن حيث تحولت إلى ممارسة جماهرية فأن ذلك يدعونا إلى استمرار الضغط ومعاهدة شعبنا نكون معهم جنبا إلى جنب من أجل تحقيق هدف الإصلاح الحقيقي عن طريق صناديق الانتخابات